اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود في الجوزاء لساعات ما بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعديها لبرج السرطان يعني زي ما ذكرنا في حلقة الأمس وفيه عنا خلو مسار القمر الآن موجود في منزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 12 و22 دقيقة من بعد منتصف الليلة هاي اللي هي الجمعة على السبت لينتقل القمر بعديها لمنزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج القمر ما زال موجود في برج الجوزاء موعد بث الحلقة فعشان هيك منظل من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل بتوقيت جرينيتش مننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة وبيلعب يعني الحركة والنشاط بتلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية وبيتقلب الناس من حولنا عادة في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغاية جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزاوية اللي تأثيراتها الآن موعد بث الحلقة موجودة ورح تضل ساعات الصباح هي زاوية التربيع السلبية اللي ما بين القمر وما بين المشتري اللي ذروتها الساعة 10 و 27 دقيقة من مساء ليلة الجمعة يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار سلبي طبعا يعني رح يبدأ تأثيره من الساعة 10 و 27 دقيقة من مساء الليلة الجمعة ورح يستمر لغاية الساعة 12 و 22 دقيقة من بعد منتصف ليل الجمعة على السبت لا يستقر القمر بعدها في برج السرطان هذا بيعني انه هاي الفترة المذكورة اللي مدتها ساعتين هي فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 12 و 22 دقيقة بعد منتصف الليلة هاي اللي هي ليلة الجمعة على السبت القمر بنتقل وبصير في السرطان عشان هيك من هذا الوقت بنشعر بقوة العاطفة ومن حول خلق جو من الأمان إلنا ولأحبائنا من مين لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يضرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه بالفترة هاي منشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن حساسيتهم بتكون في أوجهة في هاي الفترة بإمكان الاهتمام بمسائل تتعلق بالعقارات كاستئجار أو بيع أو مطالبة بحقوق عقارية أو زراعة نبتة أو شجيرة أو الانتباه أكثر لأطفالنا وقضى وقت ممتع في البيت بالنسبة للزوايا اللي طبعا متشكلة الآن وتأثيراتها قوية بالنسبة للزوايا البطيئة ما بين الكواكب الرئيسية اليوم في عنا زاويتين اجداد ظهروا على الساحة أول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين نبتون وهي طبعا تأثيراتها من اليوم 12-11 ورغاية 18-11 ذروتها يوم 15-11 في تمام الساعة 43 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش هاي زاوية بتعزز الخيال الخصب في مجال الفن والابتكار وبتزيد من قوة الحدث لدينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسليث إيجابية بين الزهرة وبين بلوتو وطبعا هاي تأثيراتها رح تستمر من اليوم ولغاية 14-11 يعني عمرها تقريبا بحدود ثلاث أيام ذروتها يوم 13-11 في تمام الساعة 9 و40 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية بتخلق جو عام من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة إيجابا بحيث أنها بتدعم أكثر فأكثر وبتتعزز أكثر فأكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث الإيجابية ما بين الزهرة وما بين نبتون وطبعا هاي الزاوية تأثيراتها اليوم آخر يوم لإلها تضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول بتجذب الآخرين لإلنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية بين المريخ وبين نبتون وهاي تأثيراتها لغاية يوم 26-11 طبعا بينتبنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وبتزداد حالة التسمم الغذائي وممكن نتعامل مع بعض الأشخاص ونكتشف لاحقا أنهم بيكذبوا علينا بدهم يحذروا الأشخاص اللي بيتناولوا الأدوية لأنه ممكن يتناولوا أدوية بطريق الخطأ بالدل هاي زاوية برضو على اضطرابات سياسية في بلد ما بسبب ازدياد نفوذ الجيش أو ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية المتطرفة وممكن تشهد هاي الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضانات أو غرق بعض السفن أو ناقلات البترول أو حرائق أو إضرابات في قطاع الصناعة والصحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وبرضو هاي الزاوية اليوم آخر يوم لتأثيراتها هي زاوية تقابل سلبية بين الشمس وبين أورانوس بيتمرد بعض الأشخاص وبيتصرفوا دون اقتراث للعواقب كما بيتمرد بعض الأبناء على أهليهم غالبا ما بتحدث بعض الثورات والانخلافات العسكرية والاغتيالات في مثل هاي الوضعية وبدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكوم ما واحتمال إضرابات أو اشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة وبرضو بدل كذلك على حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد وهاي تأثيراتها لغاية يوم 14-11 طبعا وعادة عند حدوث هذا الاتصال بين الشمس وبين عطارد بتتعزز قدراتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر علينا فهمه في الفترة الماضية وبيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية منفصلة بين زحل وبين أورانوس وتأثيراتها لغاية يوم 16-11 هذه زاوية بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد وبالدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزاوية الوحيدة اللي اليوم ذروتها هي زاوية بطيئة برضو تثليث إيجابية ما بين عطارد وما بين نبتون وطبعا اليوم ذروتها ساعة 36 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش هذه مستمرة زاوية لغاية يوم 14-11 هذه زاوية بتخلينا قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعات منتصف ليل الجمعة على السبت بظل عندنا الكاتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنبيب الشعب الهوائية والرئتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار والجهاز العصبي وأيضا جهاز نظام التبادل والشعيرات الدموية والحركة بعد منتصف الليل بصير عندنا المعدة والكبد والصدر الغشاء المخاطي المبيض والرحم والمهبل والثدي وغشاء الجنب اللي هو الغشاء اللي بيغلف الرئة والصفاق اللي هو الغشاء اللي بيشبه الحرير اللي بيبطن جدار البطن الداخلي وبغلف الأعضاء الموجودة فيه هدولة الأكثر حساسية خلال هذا اليوم فطبعا لازم نوفر لها العناية الإضافية وفي نفس اللحظة نبعد عن أي عمليات جراحية بتتعلق بهاي الأعضاء عشان ما يصير فيها أي مشاكل ممكن علاجها أو مراجع الطبيب أو أخذ علاجات لعلها ولكن جراحيا ما بنصح إلا إذا كانت اضطرارية جدا بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج السرطان معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين 14-11 رح يبدأ في تمام الساعة 10.40 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 12 و47 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره 18 يوم في تمام الساعة 34 دقيقة بعد العصر بصير عمره 19 يوم نسبة الإضاءة بتصير 80% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 سعيدة بنسبة 70% القمر في الجوزاء الآن ورح ينتقل بعد منتصف الليل للسرطان ورح يظل في برج السرطان لغاية يوم 14-11 هو الآن منتحس بنسبة 75% ولكن بعد منتصف الليل بصير منتحس بنسبة 50% ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 10% ساعات العصر بيتحول لنسبة سعادة بـ 15% في ساعات المساء بترتفع نسبة السعادة لـ 30% عطارد في العقرب حتى يوم 17-11 سعيد بنسبة 60% الزهرة في العقرب حتى يوم 16-11 سعيد بنسبة 15% المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 40% المشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم 23-11 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% وأورانس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 14-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن ولغاية منتصف الليلة بتنشطوا بالتنقلاتكم واتصلاتكم ولكن بتكونوا حذرين أثناء التنقلات وأثناء الحركة لأنه شوي هاي الأمور بيكون فيها بدها شوية حذر ما في داعي للتصرع ما في داعي للعصبية وانتبهوا أثناء الحركة وتنقلاتكم أما في ساعات ما بعد منتصف الليل بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية أهم شيء ما تتهربوا من المسؤولية وإن كثرت وحذروا الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة ممكن تستهى من تصرف أحدهم اتجاهك نظم جدول أعمالك ونشاطاتك لعباء كثيرة وممكن أنك ما تجد وقت للراحة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم من الآن ولغاية ساعة منتصف الليل يعني وبتتجنى أهم شيء تتجنبوا النفقات وانتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أما من ساعات ما بعد منتصف الليل بتنجحوا في مجال السفر والاتصالات وبتعززوا العلاقة مع الإخوة ومع الجيران وتقدر أنك تعبر عن رأيك بجراءة وحرية وتعزز علاقاتك خلال هذا اليوم وابحث عن التوافق والانسجام لأنه اليوم ممكن تضطر لدفع مبلغ طارئ من المال حذروا إهمال الوضع الصحي وتجنبوا الإرهاق برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل أنتوا عندكم قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها أما من ساعات ما بعد منتصف الليل فهنا بصير التركيز على الوضع المالي فبتعيدوا تنظيم ميزانيتكم اتجنبوا النفقات نظموا الأقصاط ما تسمحوا لهذه الأقصاط أو المطلوب منكم ماليا بأنه يتراكم فكروا بمنطق وعلجوا الأمور الطارئة فورا ممكن تحدد توجهاتك خلال هذا اليوم لو حتى لو كانت فكرية أو اجتماعية أو حتى سياسية ورح تعرف اليوم لقاءات داعمة لا إلك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل بتظلوا شاعرين هيك بنوع من أنواع التعب والإرهاق وبتشعروا أن طاقتكم ما زالت مش قوية أما من ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة نهار اليوم السبت بتمتلقوا نشاط وحيوية بتعيشوا لحظات شيقة وحافلة بالأخبار والتطورات ممكن تتلقى إشارة أو تبدأ بتنفيذ خطط معينة بتستعيد حياتك رونقها وحيويتها وطاقتك عالية جدا بتصير حتى بتصير مرغوب من قبل الجنس الآخر أكثر برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بدأت الضغوط الآن بلل الشو موليد برج الأسد يشعروا أن طاقتهم بلشت تنزل سهل استفزازهم إرهاق تعب إنشغلات كثيرة لأن القمر بيقترب من بيت المتاعب وبعد منتصف الليل بيكون خلاص وصل لبيت المتاعب لبرج السرطان فرح تدخلوا فترة غير مريحة بتنال منكم من صحتكم من عصابكم بيصير فيه نوع من أنواع الركود على جميع الأصعدة بنصحكم بعدم المباشرة بتنفيذ أي شيء اتخلصوا من عادتكم القديمة وانشغالاتكم فقط انشغلوا بالمسائل الروتينية واحذروا من التأخير طبعا هذا الضغط رح يستمر لغاية ظهر يوم الاثنين برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا بتكونوا تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل من ساعات ما بعد منتصف الليل بتنشطوا بين الأصدقاء بالاتصالات بالمناسبات بتصير تشوف الأمور بوضوح أكثر وبنظرة متفائلة بيطمئن بالك لأنه ممكن تحصد دعم أو تعيد بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهم شيء أنك تلطف الأجواء وتحاول أنك ترجع العلاقات لطبيعتها برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اللي بده يتقدم لامتحان أو مقابلة أو عنده سفريات أو تنقلات بده ينتبه ما يعتمد على الحضوظ نهائيا من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل أما من ساعات ما بعد منتصف الليل فهنا القمر بنتقل للبيت العاشر فبتحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل طيلة يوم السبت بتقدروا تنظموا وقتكم بشكل جيد وتقدروا أنك تكونوا أكثر وضوحا في أولوياتكم حاول أنك ما تخلي أي شخص أنه يثير إنفعالك أو غضبك باستطاعتك مواجهة أقوى المنافسات لأنك أنت اليوم تتمتع بسرعة خاطر وذكاء حاد جدا برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر ما زال موجود في البيت الثامن لغاية ساعات منتصف الليل فبتقدروا تدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة ولكن الأهم تنتبهوا على موالكم من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين وبتقدروا ترتبوا وضع مالي أهم شيء أنك تبعدوا عن التبذير في ساعات أو من ساعات منتصف الليل وطيلة نهار السبب بيصلكم خبر سار من بعيد وممكن تنتهي مشكلة كبيرة وتعتبر هذه فترة حافلة بالنشاطات بتهرتفع المعنويات وبتقوى الحضوض ممكن بعد موليد برج العقرب يسافروا أو يشاركوا بمؤتمر مثمر أو مفيد ويكون لهم نوع من أنواع الاتصالات البعيدة أو التعامل مع أشخاص خارج البلاد ممكن تلتقي بعض الأشخاص حول طاولة حوار وتتفاوض معهم وتعالج بعض المسائل المتنوعة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس اليوم بوسعكم أو من الآن لغاية ساعات منتصف الليل بوسعكم تعزيز شركاتكم سواء في العمل أو العاطفي ولكن طاقتكم ما زالت ضعيفة كل ما اقتربنا لمنتصف الليل بتصير الطاقة أحسن بأن القمر بدو ينتقل للبيت الثامن من ساعات ما بعد منتصف الليل بتعيدوا ضبط أموركم المالية المشتركة وباستطاعتكم تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليونة والصبر بينتظرك خلال هذا اليوم حل منصف شرط التفاوض بموضوعية عد الأولوياتك إذا دعت الحاجة ودقق بالتفاصيل وحاول أنك تركز على إنهاء بعض المسائل المالية لأن الفترة هاي بحاجة للتركيز برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بتكونوا تواصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وتنتبهوا لصحتكم من الآن لغاية ساعات منتصف الليل لأن القمر بيقترب من بيت مقابلتكم تماما بيت الشراكة فعشانه بدأت الضغوط من الآن تظهر من ساعات ما بعد منتصف الليل بصير التركيز على أمور العلاقة بالشراكة بتنجحوا في تعزيز شراكاتكم سواء بالشراكة العمل شراكة العاطفية علاقتكم مع أزواجكم ولكن طاقتكم بتكون ضعيفة فتعتبر هاي فترة صعبة تضقل خلالها الهموم والمسؤوليات أهمي شنكو تتجنبوا ردات الفعل العنيفة لأن هالفترة هاي ضاغطة وبتهدد ببعض الخواطر والمشاكل والحوادث والقمر بيخليك مضطرب ومرهف الحس وممكن تشعر بالارتباك والغضب رغم أنك تتمتع بطاقة لحل بعض المسائل الروتينية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفياً ومالياً من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل طاقتكم ممتازة ولكن حاولوا أنكم ما تفرضوا سلطتكم على أحباكم من ساعات ما بعد منتصف الليل بتكونوا تنتبهوا أكثر لصحتكم بتحاولوا أنكم تكونوا عنصر إيجابي ما تتسببوا بالنفور للأشخاص اللي بتتعاملوا معهم وخصوصاً في مكان عملكم أو مع زملائكم بالعمل اليوم رح تستعيد حيويتك ودور الأحداث بسرعة في نوع من أنواع النشاط ورح تمارس أعمالك بالنشاط أعلى من الأيام الماضية ولكن بدك تحاذر من بعض التقلبات الصحية أو ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً اليوم بتنهمكم بأمور إلها صلة بالبيت والعائلة طاقتكم ممتازة وقوية جداً وكل ما اقتربنا لساعات المساء بتصير أحسن وأحسن اللي هي لساعات منتصف الليل من ساعات ما بعد منتصف الليل بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم بتزداد وطيرة العمل عندك بشكل واضح وبإمكانكم أنكم تعالجوا المسائل أو الأمور حاولوا بس أنكم تعالجوها بروية مبتعدين عن التعقيدات الأجواء داعمة على المستوى العاطفي على مستوى الحضوض على مستوى الطاقة الأجواء إيجابية وخصوصاً بخلال النهار يعني الأجواء رح تتحسن بشكل ملحوب هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه وحفظه إلى اللقاء شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم سببت شكراً لكم شكرا